ونبدأ من الملف الجزائري ونسلط الضوء فيه على تنصيب الرئيس الجديد عبد المجيد تبون الذي أعلن عن فتح ورشة تعديل دستوري لبناء جمهورية جديدة عبر التوافق حسب ما جاء في خطاب التنصيب تبون قال في خطابه أن الدولة ستكون مصغية لتطلعات التغيير الجذري للنظام واعتبر أن نجاح اليوم هو ثمرة من ثمرات الحراك الشعبي وأوضح أن الدستور المقترح سيقلص من صلاحيات الرئيس والذي ينتخب لعهدتين فقط من أجل عدم السقوط في الحكم الفردي حسب تعبيره كما أن الدستور سيفصل بين السلطات ويوازن بينها اقتصاديا اختصر الرئيس الجديد في توجهه على بناء اقتصاد يحسن الجزائر من التبعية للخارج وكذلك يسير المال العام لما يقتضي مصلحة الجزائريين وقال بأنه لن يسمح بالعبث بالمال العام في الأزمة الليبية قال تبون أن الجزائر أولى وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا أحب وكره من كره حسب تعبيره وأن الجزائر لن تقبل بإبعادها على الحلول المقترحة معي لتسليط الضوء على هذا الموضوع بالنقاش والتحليل الكاتب وديبلوماسي الجزائري السابق سيد محمد العربي زيتوت أرحبك سيد محمد العربي زيتوت في كلام الرئيس الجزائري الجديد محاور مهمة جدا دعني أبدأ معك في المحاور الداخلية الرئيس الجزائري قال بأن ما جرى اليوم هذه الخطوة ونجاح اليوم اعتبر أن وصوله للرئاسة هو نجاح هو ثمر من ثمرات الحراك وقال عندما يستشعر بسيريرته أنه لا بد من وثبة لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها كيف تقرأ هذا الكلام تحية لك والمشاهدين الكرام أقرأه أنه ديجافي يعني ديجافي بالفرنسية أو ديجافو بالانجليزية أننا شاهدنا هذا الكلام أن أبو تفليقة قال هذا الكلام تقريبا في العهدات الرابعة كلها وكان سيقول في العهدات الخامسة لو مر في أبريل حتى وإن كان محنط تماما قال هذا الكلام تقريبا في 99 وقاله قبله زروال في 94 و95 لم يكن هناك حراك لم يكن هناك حراك لكنهم قالوا نفس تقريبا نفس الكلام إذا استثنينا موضوع الحراك لأنه شيء جديد فإن كل ما قل هذا كلام إجابي سأتي عليك على مقال واحدة واحدة ولكن بالنسبة للحراك عندما يقول بأن هذا النجاح هو ثمر من ثمرات الحراك لماذا ليس ثمر من ثمرات الحراك لأن الحراك يقول لانتخابات مع العصابات وهو جاء به الجنيرالات الحراك قال لن نقبل الانتخابات ورفض الانتخابات وخرج الناس يوم الخميس يوم الانتخابات مثل اليوم الأسبوع الماضي في مظاهرات عارمة ثم كانت الجمعة بعدها فكانت أكبر مظاهرات منذ بداية الثورة منذ بداية الحراك إذن الناس قالوا لا لسببين رئيسيين السبب الأول مبدئي لأن الذي عينه هو الجنيرالات بغض النظر حتى لو كان هو أفضل رئيس في هذا العالم ما سبب الثاني؟ سبب الثاني ذاتي هذا 51 سنة في الإدارة الجزائرية أمره 74 سنة يعني كان والي اشتغل والي عدة مرات ثم وزير عدة مرات ثم رئيس وزراء بمعنى أنه يأتي من قلب الحكم ولكن البرنامج الذي جاء به يتناغم مع مطالب الحراك الجزائري ألم يطالب الحراك الجزائري بتعديل الدستور؟ ألم يطالب الحراك الجزائري بتقليص صلاحيات الرئيس؟ وبتحديد المدد الرئاسية إلى عهدتين فقط هذا ما وعد به تبون هل تعلم أن الدستور الحالي في هالعهدتين فقط؟ وبالتالي قال شيء كذب الدستور الحالي في عهدتين فقط ولكن لم يتم الاتزام به لا تم تعديله في 2016 كان في عهدات مفتوحة لكن بودفليقة بعد أن أصيب بالمرض وعرف روحه أنه خلاص قال عهدتين يعني كان يريد أن يوضيف عهدتين بعد 2019 العهدتين إذن ما قاله اليوم في الحقيقة الذي لا يعرف دستور الجزائري قد يخدع ولكن هذا شيء إيجابي لا مش إيجابي كيف تحديد الرئاسة بعهدتين أليس شيئا إيجابيا؟ ما هي موجودة في الدستور ولم تضبق صلاحيات خلينا نزيد لك شيء الدستور عندما جاء بودفليقة في 2019 كان الدستور في عهدتين ثم غيرها هو إلى عهدات مفتوحة ثم عاد فغيرها إلى عهدتين وهو يقول عهدتين الآن زيد شيء آخر المشكلة ليس في الدستور والشعب الجزائري لم يطالب بتغيير الدستور الشعب الجزائري طالب برحيل كل نظام الحكم الفرق واضح يعني شعارات يتنحى وقع شعارات ترحلوا يعني ترحلوا شعارات دولة مدنية مش عسكرية كل هذه تطالب بتطبيق الدستور الدستور على ما الموجود الآن على علاته لكنه مقبول شيء مجمالا مقبول فيه فيه كثير من الأشياء التي تتعلم صلاحيات الرئيس مثلا عندما يتم تحديدها باقتراح من عبد المجيد تابون هل يمكن أن يكون بداية لتغيير النظام زروال عندما جاء في 96 جاء بدستور جديد وعدل صلاحيات الرئيس أقلل من صلاحيات الرئيس لكن جاءوا تفليقات فيما بعد فمدت صلاحيات الرئيس ثم عاد زاد مدت صلاحيات الرئيس يستطيع أن يعدل الآن صلاحيات الرئيس ثم بعد سنة أو سنتين إذا بقياه يعدل الدستور لأنهم الآن تحت ضغط رهيب ولكن أنت تتحدث عن النواية والنواية لا يعلمها إلا الله لماذا لا يكون الحراك كما قال هو كما قال تابون أن الحراك هو الذي جاء به لماذا لا يكون الحراك هو الذي سيحدد مصداقية تعهدات تابون من عدمها طيب الحراك خرج يوم الخميس يوم انتخابه وقال أنه لا يعترف به وخرج يوم الجمعة يوم الإعلان على أنه هو الرئيس وقال أنه لا يعترف به كيف يكون تابون هو مثل الحراك إذا كان الحراك يقول أنا لا أعترف بك أنا أمامك أقول لك لا أعترف بك ثم أنت تتكلم وتقول أنت تمثلني هناك قسام أستاذ محمد النسبة التي فاز بها تبون مقارنة بالانتخابات السابقة نسبة التصويت هي نسبة معتبرة ومقبولة أما النسبة هذه فقط كانت في الانتخابات التشريعية يعلن عن نفس النسبة تقريبا يعني ما بين 35 و 45% وبالمناسبة أنا كنت قلت قبلها بيومين أو ثلاثة أنهم سيعلن على 40% وأعلنوا على 40% أو 41% خوفهم من الشعب خلاهم يخفوا شوي هذه المرة مشكلة ليس في النسبة مشكلة أن الناس لم تنتخب حقا إلا قلة قليلة جدا على خوف أو على طمع المستفيدين أو الخائفين مع ذلك الناس لم تنتخب إذن بالنسبة لخطاب الرئيس الجزائري حول الاقتصاد وتحصين الجزائر من التبعية للخارج والصرامة بتسيير المال العام أنت ترى به أنه أيضا لا معنى له أبو تفليقة عندما جاء في 99 قال سيكون دينار الجزائري أفضل من الدرهم المغربي الآن درهم المغربي رأي يساوي كذا من الدرهم الجزائري هل تعرف أنه حينما أطيح به كان الدرهم يساوي أكثر يعني تقريبا ضعف عندما جاء أبو تفليقة القضية ليست كلام القضية أفعال ولها فعال أنت قلت لتحكم علمية هل أفعال في المستقبل؟ لا لأنه لو كان جاه هو نابع من إرادة الشعب لا قلنا أفعال مستقبل هذا جاء به الجنيرالات سيحكم لصالح الجنيرالات جاءت به القوى الكبرى والجنيرالات القوى الكبرى والسبرى سيخدم لصالحها جميل وهل من صالح الجنيرالات أن يبقى الدنار الجزائري ضعيف أن تبقى الدولة الجزائرية ضعيفة أن تبقى هشة ألا يكون لها قدرة على استعادة دورها المحوري في المغرب العربي مصالحهم أن يبقوهم في الحكم كون يبقى الدنار ضعيف أو قوي هذا أمر بالنسبة إليهم ثانوي المهم أن يبقى حكم العسكر حكم العسكر ليس جديد إنه منذ 62 وهذه البلاد التي هي أكبر بلد اليوم في البلدان العربية وأكبر بلد في البلدان الإفريقية وتساوي ست مرات مساحة بريطانيا شديدة التخلف لديها كل إمكانية النهضة لتكون عملاق لكنها مقيدة والذي قيدها هم حكم العسكر والواجهات المدنية في السياسة الخارجية التي أعلنها عبد المجيد تبون عندما تحدثت عن الدرهم المغربي ذكرتني بما قاله حول المغرب هل هناك جديد في مقاربة تبون من العلاقة مع المغرب عندما ربط نصير الصحراء بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي؟ ليس جديد هذا هو نفس الموقف منذ 45 سنة 44 سنة بالضبط وهو قبل ثلاث أسابيع شنه هجوم على المغرب هجوم عنيف وقال أن الحدود لن تفتح لأن المغاربة تهموا الجزائريين بواقعة 94 في مراكش ولم يعتدروا ولم يعتدروا نعم لكنها في الحقيقة في الحقيقة وقال أن الذي قام بهم مغاربة وهذا لم يكن صحيح لم يكن صحيح يعني ليس معروف لحد الآن من قام بها برغم البلدين تهم كل آخر أنها عناصر هو التي قامت بها لكن الأرجح هو أن عناصر كانت تابعة لمخابرات دولة ما هي التي حركت هذا الموضوع هل كانت تابعة لمخابرات العسابة عندنا أو مخابرات أخرى مازالت هذا موضوع مازال فيه غموض لكن غموض ضع كل هذه السنوات يعني أمر مثير للألم يعني يتسبب هذا الحادث بقطع العلاقات بإغلاق الحدود عفوا بين بلدين جارين أكثر من ربع قرن يعني فيه دول قامت بينهم حروب حروب كاملة والحدود فتحت على سبيل المثال حتى في دول إفريقية أثيوبيا وأريتيريا على سبيل المثال ودول أخرى لكن هناك إرادة لدى البعض في المخزن المغربي ولدى البعض في العسكر الجزائري أن تظل هكذا الحدود الحدود مفتوحة للمخدرات فقط والتهريد طيب عندما أشار أنه لن يجعل هذه القضية تعكر صفك العلاقة مع الأشقاء في الدول المغاربية هل هذا إشارة للمغرب؟ لو ترى الرسائل التي تبدلها محمد السادس مثلاً وبوتفليقة وكلاهما جاء في 99 للحكم رسائل كاد أن يقال فيها عشقاً بيناتهم يعني هذا المواد يعني كلام كلام في الرسائل هذه أنت تقول هؤلاء يحبون بعضهم حباً جمعاً لكن الحدود ظلت مغلقة والصرعاء وأحياناً الصحافة من هنا وهناك تشلن هجومات فللأسف هذا الكلام شبعنا منه هذه هي القضية ليبيا عندما يقول أنه الأولى أن يكون للجزائر الدوري الأكبر في المسألة الليبية أحب من أحب وكره من كره هل تعتقد أن الجزائر الآن ستأخذ مقاربة مختلفة في الشأن الليبي؟ صراحة كالمفروض لأن اليوم ليبيا حفتر تدعمه فرنسا وروسيا والإمارات والسيسي والسعودية واليونان والجميع إذا استثنينا إيطاليا وتركيا البقية كلهم يدعمونه وحفتر يخوض حرب بائسة على الشعب الليبي وعلى طرابلوس مثلاً لكن ضعف الحكم في الجزائر هو الذي قوى حفتر وهو الذي قوى تدخل الفرنسي، السعودي، الإماراتي، المصري والآن الروسي كلمة أخيرة الآن كيف سيتعامل عبد المجيد تبون مع الحراك في الجزائر؟ بالحيل والمكر ولكن الحراك هو الذي سيتعامل والحراك يقول لن نعترف بهذه الانتخابات الشعب الجزائري لا يعترف بانتخابات نظمها العسكر وجاءهم بمن يريدون الشعب الجزائري يريد أن يحكمه بمعنى أن يأتي هو بالرئيس وليس غيره شكراً لك محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق